القرنفل، تلك التوابل العطرية التي تضفي نكهة مميزة على أطباقنا، تخفي في طياتها كنوزاً من الفوائد الصحية عزيزي المشاهد، إذا كنت غير مشترك انزل اشترك لتحفزني فما هي هذه الفوائد؟ وكيف يمكننا الاستفادة منها؟ مضاد للالتهابات يعرف القرنفل بخصائصه المضادة للالتهابات، فهو يساعد في تخفيف آلام المفاصل والعضلات ويستخدم لعلاج أمراض اللثة والتهابات الفم كما أنه يساعد في علاج التهابات الجهاز الهضمي، مثل التهاب المعدة والأمعاء مضاد للأكسدة، يحتوي القرنفل على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الجسم من أضرار الجذور الحرة وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل السرطان وأمراض القلب معزز لصحة الجهاز الهضمي يساعد القرنفل في تحسين عملية الهضم ويخفف من أعراض عسر الهضم، مثل الانتفاخ والغازات كما أنه يساعد في علاج الإسهال والغثيان مسكن للألم يستخدم زيت القرنفل لتسكين آلام الأسنان، وآلام الأذن، وآلام الصدع كما أنه يستخدم لتسكين آلام الدورة الشهرية محسن لصحة الجهاز التنفسي يساعد القرنفل في علاج نزلات البرد والإنفلونزا ويخفف من أعراض السعال والتهاب الحلق كما أنه يستخدم لعلاج الرب وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى معزز لصحة الجهاز المناعي يساعد القرنفل في تقوية الجهاز المناعي ومقاومة العدوى والأمراض مضاد للبكتيريا والفطريات يستخدم زيت القرنفل لعلاج الالتهابات الفطرية والبكتيرية مثل التهابات الأظافر والتهابات القدم الرياضي مفيد لصحة البشرة يستخدم زيت القرنفل لعلاج حب الشباب والبثور ويساعد في تفتيح البشرة وتوحيد لونها مفيد لصحة الشعر يساعد زيت القرنفل في تقوية الشعر ومنع تساقطه ويعالج قشرة الرأس فوائد أخرى يستخدم القرنفل لتحسين رائحة الفم يستخدم القرنفل كطارد للبعوض يستخدم القرنفل في علاج بعض أنواع السرطان طرق استخدام القرنفل يمكن إضافة القرنفل إلى الطعام كنوع من التوابل يمكن مضغ حبات القرنفل بعد الأكل لتحسين الهضم يمكن استخدام زيت القرنفل موضعياً لتسكين الآلام وعلاج الالتهابات يمكن إضافة زيت القرنفل إلى الماء واستخدامه كغسول للفم الاحتياطات يجب عدم الإفراط في تناول القرنفل حيث أنه قد يسبب بعض الأعراض الجانبية مثل الغثيان والقيء والإسهال يجب تجنب استخدام زيت القرنفل من قبل النساء الحوامل والمرضعات يجب اختبار زيت القرنفل على منطقة صغيرة من الجلد قبل استخدامه على مساحة كبيرة الخلاصة القرنفل هو جوهرة طبيعية غنية بالفوائد الصحية ويمكن استخدامه لعلاج العديد من الأمراض والمشاكل الصحية ترجمة نانسي قنقر